وعشان كده بنلاقي الكتان الأبيض اللي بيعكس حرارة الجو السيدات كانت بترتديه بس أنا مش حارفة بقى كان فيه وقتها أي نوع تاني من الملبوسات بترتديه السيدات غير الكتان الأبيض أو كان الكتان بيتم صباغته ولا كانوا بيعتمدوا اللون الأبيض فقط أولاً صباغة النسيج دي تعرفت منذ الدولة القديمة وعندنا مناظر موجودة في مقبرة ميرولوكا وفي مقبرة الأخوين في منطقة سقارة لكن الكتان الأبيض هو النسيج الوحيد الذي يعطي للجسم نوع من أنواع الرطابة يعني يمتص درجة الحرارة وبيعكس درجة إشعة الشمس إلى درجة كبيرة المصر القديم كمان كل التكنولوجيا اللي احنا بنسمعها حديثاً عن مرتبات الجسم وعن الكريمات اللي احنا بنسمعها زي مثلاً الكريمات العكسة لأشعة الشمس وخلافه المصر القديم كان عنده منذ الدولة القديمة عنده مصانع الأطور ومصانع الكريمات كان بيستخدمها كنوع من أنواع الدهنات المرتبة للجسم لدرجة أن السيدات كنا يظهرنا في الحفلات وهم يضعون أقماعاً من الدهون الأطرية فوق رؤوسهن حتى إذا زادت درجة حرارة الغرفة هذه الأقماع بتعمل نوع من أنواع الرائحة العطرة في الجو وده يدل على أن المصر القديم لحد كبير تفهم اختلاف درجات الحرارة وتعامل مع اختلاف درجات الحرارة من حيث المصنع اللي هو بيكون بتصنيعه من الظهور ومن العطور ومن ناحية الملابس طيب وحضرتك بتتكلم وبتقول عن الرجال دايماً ملابسهم كانوا عراط الصدر وبيلبسوا في الجزء السفلي فقط هل ده معناه كانش فيه شتا؟ يعني غالبية النقوش اللي بنشوفها على الجداريات وكل ما جاء عن المصر القديم كان كل الرسومات بهذا الشكل لا هو احنا عندنا مناظر وعندنا دكتور فاتحي من اسكندرية كان من ناقش رسالة الدكتورة بتاعته في الملابس واحنا عندنا ملابس شتوية كتير جداً بس عدد ظهور الملابس الشتوية في المناظر كان أقل لأن عدد ظهور أيام الشتاة بالنسبة لنا هم 3 تشهر من جمالي 12 شهر فاحنا الإجمالي عندنا الأكبر هو التسعة تشهر فظهور الإنسان في التسعة تشهر كان أكبر من ظهور الإنسان في التلات تشهر وبالتالي المناظر الملابس الصيفية هي أكثر انتشاراً من ظهور الملابس الشتوية طيب كانوا بيأكلوا إيه وقت الحر عشان ما يحسوش أن الجو حر زيادة لا احنا لو دخلنا في الموضوع ده هنخش فيه التكنولوجيا الغذاء الصحي ولم توجد حضارة في الكون عندها فهم للقيمة الغذائية للمنتج الغذائي زي المصرين القدمين وحندي على سبيل المثال لأن المصر الأديم ما كانش بيأكل أكل يتناسب مع درجات الحرارة فقط ده كان بيأكل أكل يتناسب مع الصحة العامة ومع الضغط الجوي ارتفاع الضغط يعني المصر الأديم كان بيصرف للعمال اللي بيقوموا ببناء الهرم التوم والبصل وثابتوا أن التوم والبصل بيساعد على زيادة نسبة الأكسجين في الرئة فالناس اللي بتشتغل في المناطق العالية بيصرف لهم توم وبصل أنا قاعدين نفكر أنه بس ناتشر الأنتبيواتيك ومضادة حيوي طبيعي وفقط لغير لكن لا ده بيعمل إيه بقى؟ ده ده سأنتفك ببكليكيشن الجديد اللي هو بتقوم عليه مراكز الأبحاث الغذائية اللي بتثبت يوم بعد يوم أن المصر الأديم كان عنده إدراك تام بنوع المنتج الغذائي الصحي موسيقى